ازاك يا جمال نارضا في حلقة جديدة هنا في استفلا الرياكشن على هومسينما راجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة والتريلر اللي معنا النهاردة اللي حنعمله هو رياكشن هو فيلم من الافلام الرعب المرتقبة في عام 2024 وهو فيلم ده ووتشرز وهو حينزل في يونيو الفيلم ده انا سمعت عنه كلام كتير ان هو حيكون جامد بس الله اعلم يعني جامد لحد فين لان يلقى حد ما مش متفائل ليه لحاجة واحدة لان من صناع الفيلم او من البروديوسرز بتوع الفيلم هو ام نايت شامايلان ام نايت شامايلان مخرج طبعا ليه هستوري كبير جدا زي افلام زي سبلت وانبريكابل وده سيكستانس وده فيلج يعني على قد ما هو مخرج كبير وكل حاجة بس معظم افلامه اللي كان بيعملها يعني بصراحة ما كانش افضل حاجة يعني هو يعني من افضلهم هو سبلت وانبريكابل وده سيكستانس يعني غير كده الافلام التانية بصراحة اللي كان بيعملها ما كانش افضل حاجة خالص يعني وهو كبروديوسر يعني هو داخل الفيلم ده كبروديوسر مش داخل كمخرج انما المخرجة بتاعة الفيلم ده هي اشانا شامايلان عندهم برضو هم كمان ابناء عاملين زينا يعني ان شاء الله اول مرة حتخرج فيلم وهي بنت المخرج ام نايت شامايلان الكاست معانا هي داكوتا فاننج ممثلة كبرت يعني بسم الله ما شاء الله كبرت ولا تقول انها كبرت اكتر البت دي انا انفاكرة او انا صغير يعني كتاصغر مني بسم الله ما شاء الله اتحس انها دلوقتي بقت اكبر مني يعني مش عارف ايه الناس دي فيه ايه يعني كالعادة طبعاً ما شوفش التريلر ولا مرة هشوفه معاك ودلوقتي الأول مرة فيلم دا ووتشيرز يلا بينا لا يمكنهم أن يتحدث كل مرحباً مرة أخرى سيكون مرحباً في شخص أخرى فيلم اما نايت شامايلان و بنته ايانا شامايلان ولا ولا كاسمها ايه ايشانا شامايلان الفيلم معرفش اعجبني ان هو مش اوفيشال تريلر هو اوفيشال تيزر تريلر فده من الحاجات اللي انا عجباني وعجبني ان داكوتا فانينج برضو كبرت وشكلها ممثلة شطرة على فكرة البتة دي من هو هي صغيرة بحس ان هي يعني اندر ريتش شوية يعني كانت مشهورة اكتر وهي صغيرة بس بعد ما كبرت يعني ما بقاش لها ادوار قوي بس عجبني جدا التيزر المونتاج اللي معانا في الفيلم يعني عجبني يعني التريلر معمول حلو بصراحة التريلر فعلا يخليك تستنى ان انت ممكن تتفرج على الاوفيشال تريلر بتاعه علشان يعني تحس ان البريمس بتاعه يعني جامد يعني ترتاقب اكتر الاوفيشال تريلر وتعمله تريلر ري اكشن انا 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 عن نفسي التيزر ده عجبني جدا وحاسس ان انا عايز اتفرج على الاوفيشال تريلر عشان اعمله تريلر ري اكشن تفهمين قصدي ازاي لان عجبني جدا الطريقة المونتاج في الفيلم مع الساوند تراك وحتت كمان يعني اللي عجبني كمان في التريلر ده ان ما بقاش زي زمان يعرضو لك يعني دلوقتي معظم التريلرز اللي احنا بنتفرج عليها عامة في المطلق اللي بتنزل يعني معظمها بتحرق لك الاحداث ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تقفلني من فيلم يعني فيلم دي سترينجرز اخر حاجة اللي احنا كنا عملينها تريلر ري اكشن تقريبا جاب لك الفيلم كله في التريلر وانت عارف ايلا هيحصل انما التيزر ده يعني هو التيزر طويل كمان يعني التيزل تريلر ده الحرفين ما جاب لكش اي حاجة هو مجرد بس ناس نايمين صحيوا لقوا نفسهم في مكانهم ما في الغابة واسموهم دا ووتشرز دا ووتشرز وفي حاجات بتحصل غريبة في الغابة هل بقى دول وحوش هل دول هل دول كيلرز هل كريتشيرز هل اي حاجة مش مش شرحين ده في التريلر ودي من اكتر حاجات اللي عجباني ان هما ما جابوش اي حاجة وما قالوش اي حاجة فانا بصراحة الى حد ما متفائل بس في نفس الوقت مش متفائل لان طبعا عارفين الفيلم ده او البروجيكت ده يعني موجود او محطوط ايده على امانات شمايلان امانات شمايلان بقولكم في افلامه الاخيرة يعني اخر فيلم امانات شمايلان تكون شفته مع راش تقريبا هو اخر فيلم كمان كان عامله وهو فيلم اولد وانا اولد ده ما عجبنيش خالص بس اتمنى بجد ان فعلا يكون الفيلم ده مختلف عن افلامه اللي فاتت واتمنى بصراحة يعني يكون على قد الطاقات الفيلم ده تقريبا على ما اعتقد انا هشوف لكم دولتي هينزل امتى لان الفيلم ده بجد لو الوفيشال تريلر هيكون زي التيزر كده بصراحة يبقى حاجة جمدة جدا هو هينزل في 14 يونيو هينزل في جون 14 جون في يونيو فدي برضو من الحاجات الكويسة لان برضو في افلام كتير روع بالفترة اللي جاية مفروض هتنزل من اول شهر مارس اللي احنا فيه لحد بعد كده تقريبا لحد شهر سبعة او شهر تمانية انت سمعت كمان فيه كونجورين كمان وانا بالو حاجات كده فالله اعلم الكلام ده فعلا بجد ولا هكس من صنع الاعمال يعني فمش عارف بس اوبر اول انا يعني متفائد خير بالوفيشال تيزر تريلر هو عمتا التقييم المبدئي بتاعي بتاعي او النسبة المرتقبة بتاعتي مجرد تيزر لان انا اصلا ما بقيمش تيزر بس التيزر طويل انا فيه تيزر بتبقى عشر ثواني فبتبقى هبلا يعني ما كده مش حقايم تيزر فالتقييم المبدئي اللي ايه للفيلم ده هو سبعة من عشرة اتمنى مع صدور الوفيشال تريلر لما نيجي نتفرج عليه اتمنى ان يغير كل التوقعات وممكن تكون يعني ممكن التقييم المبدئي ده ايه بقى اعلى او ممكن يبقى اقل او ممكن يبقى هو هو برضو سبعة فاتمنى يكون اعلى من كده بس اوبر اول التيزر عاجبني جدا 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 ممكن افضل بكتير طبعا من التريلر بتاع The Strangers اللي هعمل له تريلر ري اكشن وحسن الفكرة جديدة حسن ان هي ما اعتقدش ان احنا شفناها قبل كده يعني بس ما عنديش احاكة تانية اقولها عن فيلم ده ووتشرز اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله شوكو في الداية تانية وريب ما تسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم ومسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل زي التانية اللي اسمها هما لونو تيكتو هسابلوكو اللينكس في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا لايك على فيسبوك وتيك توك وانستجرام برضو هسابلوكو اللينكس في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة